هناك لقاء النهاردة أجراه التقى المشارد دكتور حنف جبالي رئيس مجلس النواب اليوم أيضاً بمقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة مع رئيس مجموعة عزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي سيد منفرد فيبر وأكد مشار حنف جبالي رئيس مجلس النواب خلال اللقاء تمسك مصر بسوابة العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي أكد استعداد مجلس النواب المصري للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي ومتطلعاً لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية بما يعكس حالة الزخم والتنسيق الرفيع بين مصر والاتحاد الأوروبي من جانبه استعرض وكما استعرض أيضاً رئيس مجلس النواب المصر دكتور حنف جبالي أولويات الأجندة التشريعية الحالية وفي مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنية الجديد والذي يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يضمنه من تعزيز الحقوق والحريات من خلال إضافة مزيد من الضمانات لتعزيز حق الدفاع وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقليص مدد الحبس الاحتياطي وإطفاء حماية قانونية للشهود والمبلغين والمتهمين والمجن عليهم كما تناول مشار دكتور حنف جبالي رئيس مجلس النواب الجهود المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واستعرض جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي من خلال المحاولات المصرية الحسيسة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية والوقف الفوري إطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن 17-01 دون انتقائية كما تناول الجهود المصرية لوقف الحرب الجارية في السودان والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية شدد المشار دكتور حنفي جبالي على أن قضية الأمن المائي تأتي على رأس أولويات الأمن القومي المصري وأكد الرفض المصري التام للسياسات الإسيوبية القائمة على محاولة فرض الأمر الواقع من جانبها أكد السيد مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي على الالتزام الأوروبي التام بتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية وأكد على ضرورة استمرار الحوار البرلماني الأوروبي المصري ومشيداً بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي فيه اجتماعات مهمة جداً للدكتور مصطفى اشتركوا في القناة